علاقات دولية لا ماذا يميز يونس محمود اليوم يونس محمود ما يختلف عيثني النجم على لكن يقدر يجيب استثمارات شنو مشروع عنده برنامج انتخابي خلاكم تطلعون ودعمو اكيد اولا اليوم من حضرنا واني ما ببالي ارشح وستاذي حيارف يعني اديت لمجرد ان تواجد الاسماء اليوم من انا صرت امين سير مؤفضل من حبيب جعفر كلكم نجوم كلكم نجوم من ليث حسين السمير كاظم كثير من الاسماء الجعفر عمران اليوم اسماء مهمة واساتذتنا لكن احنا اليوم صار الاتفاق على شخصيات معينة انه تدخل لي انه اكفت كلمة لانه بس هذا المكان البقانة فحاولنا نحافظ عليه الصراحة دخلنا كل قوة بي يونس محمود من دفع جدا من اكو دعم من من دعم دعم من كثير من الجهات حتى من داخل البلد يعني انت احنا ما نكون يعني الرجل عنده مقبولية لا افوا المقبولية شيء والدعم شيء منه دعم يونس محمود انا هسا ما اقدر اقول لك انا شون من الدعم نحنا اليوم كرابطة انا يمين سروا يعني زين دعم مقتصر على داخليا فقط داخل العراق لأكو دعم خارجي وقبول ليونس محمود دعم خارجي وداخلي وكله بما اصطعت الكرة العراقية واحنا نشوف على فكرة خلي نكون اخونا يونس محمود ما راح يتصرفوا بواحده تفهمني شوالتفقتوا على هاي النقاط اكيد احنا ما اكو شخص يتكلم عن الباقين اليوم ما يهمنا هو مصلحة الكرة العراقية تفهمني اكو امر انا فرحان به واو ما انا فرحان به لان المستقبلي راح يكون زين للعراق بس وضح ليها النقطة فرحان به هو شن اللي يفرح العراق هسه زين شن اللي يفرح العراق كنا ننتظر ان شاء الله خير قادم سامع شيء اكيد عني عندي معلومات ما اطلعوا احتيهيتي طيب فرح المشاهدين هم ينتظرون فيه اكيد عني عني متأكد ان للفترة القادمة كلها خير للكرة العراقية لكن خلينا نترك خلافاتنا كلها مشاكل بمشاكل